وأهلا وسهلا بكم أصدقائي من Lucky Pot of Quality معكم سندوس خبيرات الجودة واليوم تكملتنا لل Level 1 Stage 2 تكلمنا بالفيديو السابق على الثلاثة النقاط المهمة واليوم هنتكلم على النقطة الرابعة خليك ويايا خلينا ندخل بالموضوع فورا النقطة الرابعة يا صديقي لازم تفرق شنو منطقة معناها Low Risk Activities وال High Risk Activities Low Risk يا صديقي اللي هي النشاطات اللي تصير بيها بمناطق التكاثر البكتيري بيها قليل يعني قليلة الخطورة أما ال High Risk هو اللي يكون بيها التكاثر البكتيري بيها عالي وبعد شوية بعد الاسلايدات حابتي أشرح لك وتكون واضحة إلك بشكل كبير شوفوا يا يا مثلا اللي نقصد بيها بنشاطات Low Risk أو بالمنتجات القليلة الخطورة مثلا المواد اللي تحتوي على مواد حافظة مثلا المربة المربة كلها سكر والسكر رحنا نعتبره من المواد الحافظة أو الخل أو الباستا مثلا الباستا كل أنواع الماكرونات يا صديقي هي نسبة نموت جرثومي بيها قليل ليش؟ لأنه هي مادة جافة هو والخبوز والكعاك وغيرها طبعا ما لنا علاقة بالكريمات وهاي الأشياء لأنه المحتوى الماي بيها عالي أنت أعرف يا صديقي البكترية على موت تنمو راح تحتاج طعام وراح تحتاج مي وتحتاج وقت وتحتاج أجواء معينة درجات حرارة معينة إذا توفرت حصير منطقة أو نشاطات هاي رسك عملية تصنيع بيها شديدة الخطورة إذا لا مثلا الأشياء الجافة مثل ما ذكرناها الطحين والسكر وغيرها هاي أشياء المحتوى الماي بيها قليل والبروتين بيها قليل يعني هذا الطعام اللي تتغذى عليه البكترية قليل فلذلك يعني هي قليلة الخطورة بس هاي يعني مو معناها ماكو إجراءات لا لا إلها إجراءات طبعا هنا خلينا ناخذ فكرة عن مناطق الهاي رسك أو شديدة الخطورة مثلا أماكن تصنيع اللحوم يعني تقطيعها وتنظيفها وبيعها وتصنيعها بمنتجات أخرى فهاي كلها تعتبر من النشاطات اللي إلها شروط تكون جدا دقيقة على مود ما يصر بها تلوث والبيض وغيرها بس إحنا بهاي النقطة حنلتزم فقط باللورسك اللورسك وين ممكن نلقاها مثل ما قلنا ممكن نلقاها بمحلات البيكري محلات المخبوزات بهاي أماكن البيع اللي إحنا اللي بيعون منتجات قليلة الخطور شوف أين كان شنو اللي تحضره اللي تسوي اللي تطبخه شلون توزعه لازم لازم تتبع بعض الشروط على مود المنتج يوصل للناس اللي تبيع لهم يا سليم وأعتقد هي هاي غايتك وأعتقد هي هاي فكرتك أنت تريد تقدم منتج جيد بجودة عالية وبسلامة غذاء عالية هذا هدفك ابقوا يا يا خلي نشوف شنية الشروط يلا الشرط الأول يعني أنت حتقول هذا شي بديهي بأنه أنا لازم أخسل وأمسح وأعقم كل الطاولات اللي لامست الأكل لازم أي بقايا بالأكل إذا كانت الطاولة بيها ثغور مثلا بيها فتحات وبقى الأكل بيها هاي حتكون بقرة للجراثيم فالطاولات ما تنترك لازم لازم تتنظف ولازم لازم تتعقم حلو النقطة الثانية والمهمة لازم تستخدم أدوات التقطيع تكون على حسب نظام الألوان الكلار كودينج حاب تعرف على نظام الكلار كودينج أكثر روح شوف الفيديو السابق هحطه أيضا في صندوق الوصف روح شوفها روح شوف وتعلم وأخذ هاي المعلومات بأنه شنو هي الكلار كودينج سيستم بالمعامل حتفيدك يعني أنت أول ما حتدخل معامل خاصة إذا أنت ما عندك هاي الخبرة القوية حتدخل تشوف الأشياء بألوان مختلفة خلاص أنت عندك هاي الخبرة وعندك صارت هاي المعرفة بهذا السيستم البسيط طبعا هو بس اللي جدا مهم وحتعرف كل لون يمثل شغلة معينة يلا آها جينا على هاي النقطة المهمة اللي هم حتقول لي عليها يعني قابل أنا ما أعرف بأنه الكل مكان إلى ملابس خاصة بي اي اي صحيح كلامك صحيح الكل مكان إلى الملابس الخاصة بي ولكن الأماكن الشديدة الخطورة اللي بيها رزق عالي أو بتعامل بعض الغذاء هي تختلف عن الملابس اللي تعاملها قليل ويا الغذاء بشكل مباشر لازم تعرف بأنه ليش دا ينطوك هاي الملابس أو ليش الملابس تتوزع على هذا الهدف منها هو تقليل التلوث المتصالب نرجع التلوث المتصالب راح تلقى شرح تفصيلي وكافي ووافي جدا 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 تلقى بالفيديو السابق روح شوفها طبعا هنا عندك أماكن توزيع عفوا التخلص من النفايات التخلص من النفايات أقل شيء أقل شيء لازم يوميا أنت تتخلص من أده ويكون المكان معقم ونظيف وأيضا تنتبه بأنه تتخلص من الحيوانات الموجودة تقسيماد والتخزين الخضروات والفواكه واللحوم يجب أن تتم أيضا على نظام سلامة الغذاء والآن يا صديقي جينا على موضوع الحشرات والمبيدات الحشرية مهمة جدا إحنا الحشرات إذا موجودة نعتبر تلوث تلوث وتلوث خطير يعني إذا أنت بلد من البلدان اللي بها قوانين إذا شافوا آثار أو بقايا الحشرات هذا المحل ينغلق لازم يتعقم لازم يتنظف لازم تجيب شركة مبيدات حشرية ويتأكدون بأنه ما بقت أي آثار للحشرات ويعيدون فتح المطعم مرة ثانية فلهذا يا صديقي هو إذا أنت بلد ما بي هاي المراقبة أنت سويها أنت من الشيء الضمير بأنه لازم تسويه على موضوع ما تقدم أكل ملوث للزبائن ماتك طبعا مهم جدا بأنه تقدم التدريب لكل الأشخاص أنا حاولت أبسط هاي المواضيع بشكل جدا كبير على مود يكون شي سهل على مود إذا أنت صدفة وصل لك هذا الفيديو تعرف بأنه شلون تنطي هاي المعلومات للموظفين بطريقة مبسطة بأنه شلون تقول لهم طريقة اللباس يكون نظيف طريقة غسل الإيدين وشلون الأشياء توفر لها ومثل ما قلت لكم سابقا نمساوي فيديوات عن الحاسب بلان اللي هي ضرورية تكون عندك وأيضا مواضيع أخرى الخاصة بتقليل المخاطر كلها راح تلقاها في سلسلة هاي الفيديوات وأيضا بالويب سايت والذكر الذكر بأنه النعنى بيها الفود هاندلر أو الناس اللي تشتغل بالطعام هو مو بس الناس اللي طباخين أو الشيف اللي هم بيتماس مباشر مع الأكل لا 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 هو مع كل شخص بالمؤسسة ماتك وأنت صاحب هاي المؤسسة الغذاء فهو تابع للكل الكل من قسم المبيعات قسم الشراء قسم الـ HR مثلا الكل لازم يخضع لهاي الألواع من التدريبات بالإضافة يا أصدقائي يعني هو مو شرط لازم يكون عندهم فكرة عامة بس الناس اللي تشتغل بشكل دايراكت يكون عندهم معلومات طبعا أكثر ومثل ما قلنا بأنه موجود نسوي الفول سيفتي ترينينج ليفل وان ستيج وان راح تلقاها أيضا بقناتي اليوتيوب وتلقاها أيضا بالويب سايت موجودة جدا مهمة الأشياء البداية اللي لازم أي واحد يشتغل يعرفها وطيب يلا خلينا نشوف شن الأشياء الأمثلة اللي ممكن تصادفنا ولازم نتخلص منها فورا مثلا مثلا إذا أكل وقع على الأرض سقط على الأرض وانت تشتغل هذا لا الشي لو ترجع على صحن التقديم لا الشي لو ترجع بإناء الطبخ لا 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 هذا الشي لو ترميه فورا في سلة المهملات لأنه ممكن أخذ البكتيريا من الأرض كلها وانتها راح تقدمها فسبب لنا مشكلة إذا أكل انت عطصت عليه أو صار عندك أصابك سعال وانت تتحضره هذا ارمي فورا يعني انت تخيل كل الرذاذ المليء بالبكتيريا صار على الأكل فيستحسن تتخلص من عنده أحسن مما شخص ثاني مناعته ضعيفة عنده مشكلة يأكله وسبب له مشكلة بانتقال الجراثيم إلى إذا يوجد طعام مخسن بطريقة خطأ وانت حاسب انه صار بي صار بتلوث هذا فورا تخلص من عنده إذا شفت علامات بعض العلامات من الحشرات موجودة آثار من الحشرات بمكان التخزين فهذا أيضا تخلص منه لأنه غالبا الأكل اتلوث مهم جدا أنت من تطبق قوانين سلامة الغذاء وتحط ترينينج التدريب للموظفين اللي عندك وأيضا مهم جدا بأنه تراقب إشلون صارت عملية التدريب وأيضا تسوي متابعة بشكل قريب على كل الأشياء والشروط اللي أنت حطيتها من خلال تشيكليست ومن غلال كل هاي الأشياء فعلا فعلا أنت راح تقلل من فود سيفتي رسك حتقلل من فرص ممكن تكوين بؤر للموت جراثيم أنت بهالحالة حتخلص نفسك من مشكلة جدا عويصة وكبيرة وذا تمشي بالطريقة الصح قانونيا وحتى أنت نفسيا من تقدم الأكل وتعرف هو نظيف أنت يعني أكيد زبائنك حيكثرون والسمعة إليك حتكبر بهذا الموضوع وحتحصل الربح اللي أنت بالك ولهنا أنا نكون خلصنا النقطة الرابعة بكل تفاصيلها وبكل جوانبها وما حبيت أدخل بالنقاط اللي بعدها على مود ليصير البرزنتيشن طويل وشكرا لكم وانتظروا مني النقاط اللي بعدها مع السلامة